كنت في الدار وكنت خرج قليل غير الضروريات باش نتقدى واش نخصنا وهذا وتوفت لي الواليدة الله يرحمها في الأول ديال شهر نامدان يعني كان ظروف خاصة علي بزاف ومع ان الحباب باش يجي ويواسيوك ويقلسوه معاك وذلك الشي ما كانش ممكن حتى من الخواتاتي يعني ذلك اللحظة ديال الموت كنت عن قوخصنان بكي ونجمع وهذا ما كانش ممكن وانا وليت خايفة عليهم وليتنغوط تنقول لهم الناس جاول الناس العائلة وذلك الشي تباعدوا ما تتقلسوش بحيث دست واحد يعني واحد المأساة وقعت لنا في هذك الظروف قاسية لانا لانا كان عارفوه احنا المغاربة لا في الموت ولا في الفرح كي يجيو العائلة وسبوع قبل وكيقلسوه وسبوع من بعد وهذا شي كل ما كانش مكنش تحاجة من مراسم ديال الجنازة ولا اللي كان اللي متعودين عليها كان دي روحنا المغاربة هذك الفترة هي اللي كانت أصعب لإنا تقزمنا بزاف وتظمنا وإنا لله وإنا إلي رجعون الله يرحمهم جميعا. الله يرحم. أمين. أمين. طبعا تلغاو زفدي اللي كان عنا عروض على براء. تلغاو مسرحية بالمسرحية العودة. كان عنا في فرنسا في إسبانيا في بلجيكا في تونس في موريطانيا. كانوا عنا عروض كل هات تلغات لأن الظروف اللي اللي كان عيشوها هذا ما ممكنش نصافروا. ما كانش تقترح عليا فيلم لكن في بلجيكا مع مخريج بلجيكي وعلى هات الظروفتها هو مقدرتش زياد على له سيناريو ما فيه شي حواج ما عجبونيش اللي ممكن كيمسوا بالمهاجري بالمغاربة العالم وأنا كانت خوف بساف من أن السينما وثيقة. التلفزيون كيتستهلك كيدوز ولكن السينما وثيقة ومن بغيش شي حاجات تحسب عليا أنني شاركت شي حاجة اللي مشي هي هاتك. قبل ما تخرجوا شاركوا معنا على قناة ثمينيا مارس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. ترجمة نانسي قنقر